أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما تمثله الخدمات المصرفية المبتكرة من أهمية في تعزيز دور القطاع المالي والمصرفي لتحقيق أهدافه وإسهامه في دعم مختلف القطاعات بما يحقق أهداف مملكة البحرين التنموية ويعزز من تنافسيتها وأشار سموه إلى الأهمية التي تمثلها المؤسسات المالية والمصرفية في خلق الفرص النوعية أمام المواطنين وإسهامها في رفض أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمر بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم أيده الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القضيبية اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي السيد أندرو توري الرئيس الإقليمي لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة فيزا حيث نوه سموه بدور المؤسسات المالية والمصرفية العالمية في تعزيز مسارات التنمية الاقتصادية في مختلف المجالات مؤكدا أهمية الاستمرار توظيف الإبداع والابتكار في هذا القطاع المهم بما يعزز من كفاءته من جانبه أعرب السيد أندرو توري عن شكره وتقديره لصاحب سمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه سموه من حرص واهتمام لتعزيز دور القطاع المالي والمصرفي متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار ترجمة نانسي قنقر